السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نأخذ درس تركي لصفر ربع. وصلنا عند المتين الأخير بالباشنجة تيما. وهو سيربس وقومة متنية طبعا للقراءة. بيمكنكم تقرؤوا لها لكم. يعني البحر كثير بعيد. نحن رح نحل أسئلة الباشنجة تيما اليوم إن شاء الله. بهذا الفيديو رح نحل أسئلة الباشنجة تيما. الباشنجة تيما هون في عندي نص وبعده عندي أسئلة عليه. النص بعلوان رينج لير شكتا جيزي لير. يعني الضو المتخبي. الألوان متخبي بالضو. خلينا نقول. نحن عايشين بدنيا كل الألوان بكي حسنا. النص بعض الألوان. نحن 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 عايشين. كيف نحصل على الضو. أو كيف تصير الضو. عفوان. كيف نحصل على الألوان. أو كيف تصير الألوان. هل ستعرف كيف تصير الألوان. فرقه ضلجة بويلرنا. فرقه رينج لير شكتا جميع الضو لرز. يعني احنا اكتشفا او منعرف انه اللون بختلف حسب او كل طول موجة كل طول موجة ضوئية له لون معين او كل لون له طول موجة ضوئية معينة من هيك نحنا منميز الالوان اخضر واحمر واصفر كل واحد له طول موجة معينة موجة ضلقة اه طبعا هذا بتاخدوه هلأ هون حاطيه هنا مختصر الكلام يعني انه بتاخدوه بالتفصيل اكتر بالارطاء اقول ان شاء الله اه اه الاتسام المحيطة بينا يعني فارقل الارنك لارده اه 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 قرون ما لارنين ندني ليش بتبين علينا الاتسام اللي حوالينا بتبين علينا بالوان مختلفة مثلا هاي نحنا منشوفها بيضة اه شغلي تاني مثلا نقول هاي منشوفها اسود القلم منشوفها اسود ليش نحنا ببين علينا اه 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 الشغلات المحيطة بينا بتبين علينا بالوان مختلفة اه اه بي بيلي ري ضالقة بويلر انداكي اشغ ياي ما لا 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 يا اه دا اه يان يان ست لا اه يان ست ما لا لا ر التي استطرح يعني هون اه حسب المختصر الكلام هون هالاش Again their Akron الا الشام بتجي من الشمس حسب الجسم ياللي هالجسم بتنزله عالجسم معين حسب هالجسم هذا شو الأدواء أو شو طول الموجات اللي عم يمتصة عم يأخذها يانسط يعني الامتصاص وعفوا عم يعكسها العكس يعني شو عم تعكس هالقلم هذا نزل عليه ضوء الشمس عكس أطوال موجيه معيني من الضوء وامتص أطوال موجيه معيني يلي بيعكسها هي يلي بتضروف فيه وترجع ما بينطصها كل جسم بيمطص أطوال موجيه معيني من الضوء وبيعكس أطوال موجيه ثاني هالشي يلي بيعكسه هو نحن هاي اللي منشوفه بهذا اللون يعني الشغلات يلي بيمطصها الأطوال الموجيه اللي بيمطصها مو هاي اللون تبعه إنما نحن منشوفه بألوان الأطوال الموجيه اللي عكسها عننا أو عكسها بالجو يعني. اه ارنين هون عم يقول لي اه مثال بير يبراك يشيل اشغ يان ست تغ في دير رنك لردكي اشغ ام ديغي يتشين بيزي بيزي يشيل كرنر. متل ما كنا عم نحكي. يعني هلأ قلنا احنا الورقة ورقة الشجرة متبين عليها انه هي خضرة. ليش? لانه هي لما بنزل عليها الضوء. هالضوء في كل الالوان. بس هي شو بتسوي? هي بتمطص. بتمطص كل الالوان بس بتعكس الضوء الاخضر. الضوء الاخضر ما بتحسين تمطصه بتعكسه. تمام? لانه عكسة الضوء الاخضر نحن بتبين علينا انه هي خضرة. ان شاء الله تعالي كنا وسط الفكرة. اذا لانه حسب الكل جسم حسب الاطوال الموجية او الالوان يلي عم يعكسها. الطول يلي عم عم يعكس عن الجسم هاد طول موجة يلي عم او اللون يلي عم عم يعكس عن الجسم هاد هو يلي يبين علينا بهاللوان هذا. بازه هايوان لارن اه مور اوتاسي اشين 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 نوم دا جوري بلدي بلدي غيني بليور ميدونس. يعني في اه حيوانات بتشوف اه مور اه اوتاسي اشين مي يعني نحن من قلها الاشعة فوق بنفسجي. الاشعة فوق بنفسجي. في حيوانات بتشوف الاشعة فوق بنفسجي. طبعا احنا ما مسح نشوفها. انما بالكاميرا بنحسن نشوفها. اه اذا اه في اه عنا حيوانات بتشوف الاشعة فوق بالاشعة فوق بنفسجي. مثال عم يضرب له مثال يرتج اه جارح يعني اللي بيجرح بيركوش اولان كيركينيز اسمه كيركينيز اسمه كيركينيز يلي احنا ما نقوله بالعربي العوسق. طير جارح. الطير جارح اسمه العوسق. اه هذا شو بيسوي كتوك اه كاميري جي ليرين. اه كامير اه كاميري جي القوارض مثلا الفارة العرنب. اه هدول اسمون قوارض. اذا كتوك اه كاميري جي ليرين ادرار اه كالنطلارن اه اه يان سطغ مور 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 تاسي اشن مو قرابلير. يعني هو بيحسن يشوف هل هذا الكيركينيز بيحسن يشوف اه اشعة الضوء يلي عمل او شعة فوق ابنفسجي يلي عم تنعكس اه من خلال بقايا الادرار البول يلي عم تخلفه عم يضل وراها لالقوارض هاي. بايلة جي بها الطريقة هاي وهيك اون لارن كيتشتيغي يولار اه بولابيلير. وهيك هو بيحسن يلاقي الطرق يلي مروا منا هالقوارض هاي. من خلال شو من خلال البولي اللي عم يتركوه وراهن اه عم يعكس ضوء من خلال الاشعة فوق بنفسجي يعني عرف الطير هذا والموجودية القوارض. هايش بيحسن اشيكتان هزلي قدميز. ما في شيء بيحسن اكتر من الضوء. الضوء هو اصرع شيء اشيك او قدار هزلي در اه كي هزلي در اه كي رادر. يعني الضوء من كترة سرعته بين الارض الدنيا. بين الارض احنا عايشين عليه و بين الشمس الذي هو اقرب نجم علينا و بين الشمس في عننا مية وخمسين مليون كيلو متر مية وخمسين مليون كيلو متر بيقطع حين الضوء بثمينة ثوانة فقط ثمينة ثوانة بيقطع اه المسافي بين الشمس وبين الارض اه قوص القزح نعم منقول يعني المطر حبات المطر اه لما بكون نازلي اه اذا طلعت الشمس وكان فيه اه 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 مطر او بعد المطر باشا تلاقي حبات القطرات المطرية اللي عما تنزل هيك الساعة خفيفة اه اه شو ايه اللي بصير اه لما لما بضرب فيها الضوء ضوء الشمس لما بضرب بي قطرات هالمطر هاي قطرات مطر شو بيسوي ونحن نقول نحن العربية بتبعثر الضوء باطوال موجيه بتروح كل واحدة لحال تمام بعثرت هالضوء هاد متل هلق هون هالاشيعة الضوء نازلي على هال اه موشور نحن بنقول له بالعربية على هالموشور هاد ليك شون عاك اه بعثر الضوء عامل معنا خوز قزة وهون نفس المبدأ بس شيل هذا الموشور البرزما هاد شيلو حط بدالو اه قطرة اه مطر يعني هير بير يامور داملسك كل قطرة مطر بير بريزما ايش لذي قرر يعني بتبيع بتعمل عمل البرزما يلي هو الموشور هذا متل ما انا شايفين بهالطريقة هاد يكون شاء الله تعالى يكون احسن نشرح قدر امكان عن النص هاد هون في عندي اسئل عن النص اول سؤال رنك ناصر ألوشور كيف بصير الوان جسيملين بلي دالغة بويلارındaki إشاغ يانسط ماللار سيسين ده ألوشور مثل ما حكينا من خلال عكس الاتسام لأطوال موجي معين من الضوء بصير عن الإلوان هانجي هايوان مور تاسي شنو شنو مغربلير أي حيوان بحسن نشوف الأشعة فوق بنفسجي جواب كركنيز كركنيز هايوان مثلا بصير كركنيز بصير إشك دنيا إلى جنيش عرسندك مسافة ينكدر سورة ده ألر المسافة بين الأرض والشمس بشقد بقطع الضوء سكيس سانيه ده قط ادر بيت من ثواني فقط متنده كشين بير ارنك لن دير ما جملة سينيسي يازن سكتوبنا جملة يكون فيها مثال من المتن يلي مار معانا مثال بير يابراك هاي المكان عمدره مثال ارنين بير يابراك يشيل إشيء يانستر يانستر يستلك دير رنك لرده إذن بيعكس الضوء الأخضر الورقة بتعكس الضوء الأخضر دير رنك لرده سورور بمتص الباقي الألوان بو يزدن يابراك لر بيزا يشيل جورير متنده كشين بير ندن سنوچ جملة سي يازنز إذن اكتوبونا مثال من المتن يلي قرنته يكون فيه ندن وسنوچ ليش او سبب ونتيجي سبب ونتيجي كوك شاغه جونيش جونيش إشغني يامور داملار لارندان كتب رنك لرينة ايرش ماسه إلي ألوشور إذن النتيجي او السبب هو أنو الضوء بيمرق بقطارات المطر قطارات المطر بتبعثر هذا الضوء هذا بتشكل عندي النتيجي اللي هي الكوك كوشاغه هون عم يقول لي علامات الترقيم أول واحدة بنحط عليها غلط طبعا لأنه هون عندي آآ عم يقول لي اكتر شي ممكن عندك تروح تعمل مشاوير في هون هي وبيدي يعدون لهدون الشغلات الاكتر شي ما بصير نحط نقطة بنحط نقطتين فوق بعضين مثلا ساهل أورمان إلى آخرين إذن يانلش آآ هون عندي دوره كلية ما فيها أي شيء أي مشكلة هون عندي يانلش لأنه آآ ليش هون عندي يانلش بان كيندي كيندي تانترمسن آآ ممنونيات لي إفنديم ددي ددي قال معناته هذا لازم شو أحط له معناته هذا لازم أحط له ترنك إشارتي ترنك إشارتي هدا هيك بين آآ معونا السؤال السابع هون عندي صيلر هارف لير لي يازنز كتبوهن كتابي هالأحرف على هالأرقام هاي دوكوز باش كيشة دوكوز باش كيشة هون عندي أون دورت جون هون عندي دورت يوز يتمش باش و هون عندي أجنجو صنف هون عم نكتب عم يكتب لي بالأرقام الروماني إكينجي جيلت إكي إكي هي شخطين هيكي بالروماني بالرومان راكم لاري آآ والإكينجي بدنا نحط له نقطة جيلت هون عندي يرمينجي يرمي هي آآ إكي إكس تمام والإنجي بدنا نكتب بنحط له نقطة يوزيل هون عم يكتب لي صيغة المبالغة آآ من آآ هالكلمات هاي مافي منقول آآ أزرق آآ أما بوشك ماس مافي ماس مافي أزرق كتير كتير أزرق يعني آآ هون عنا هون عنا قوكوز باس بارلاك بارلاك عم يضوه باس بارلاك إسا عمي المعلمع يعني عم يضوه بشكل كتير كبير هاي سيغة المبالغة نحنا ما نقولها بالعربة آآ باشكا آآ باشاك لار باشاك السنبلي تبع القمح تبع البوغضاي باشاك لار السنابل آآ بارليوردو آآ سار سابسار بارليوردو عما تلمع عما تبرق تلمع بآآ لون أصفر كتير 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 أصفر هون عم يقول لي عاطيني نص وعم يقول لي أي من هدوه بصير آآ عنوان آآ أفضل عنوان للنص الآن للنص نشوف إسا أربطان تاغي طبعا راح نقرأ إنسانوالو البني آدم يعني بو دنيانن كندي ايوهي أولوغنون فارقندا إليل حالا لحد الآن ما فهم الإنسان ما فهم البني آدم إنو هاي الدنيا نحنا عيشين عانيه هي بيتو أولمون، لغابا، اجاد، رح아요 الفيشات، سيتلادبر بواثوع viele يحتجى ايضاهم الآن، Stefan أكره يجي يوم ما راح يضل بين ايدينا شيء. ما راح يضل لغبات ولا راح يضل عنا اه مي ولا راح يضل عنا اه ممكن هو ما يضل كمان. او زمان نيابا جاك. دار اه بقلم. هادا كل وقت شوفوا ما يساو هالانسان هالبني هادمين العايشين عن الارض هاي بدنا نشوف. الافضل عنوان لهالمقطع هادا سو كيرليغي يعني اه توسيخ المي او تلوث المياه اه هوا كيرليغي تلوث الهواء اورمان لارنك يوك اه ادي الميسي اه ما في غابات يعني وعننا كيرليغي يعني تلوث المحيط بشكل عام. المحيط بنا الاشغالات المحيطة بنا يعني الكل تلوث الوسط. طبعا افضل شيء او اشمل شيء هو هادا سو كيرليغي. السوال العاشر عندي هون عنصر حيكاية عنصر الهواء. الكهرمان اوه. عم يقول لي ايو من هون كاتبين غلط. كهرمان اوه تمام. اه زمان. ياز موسمي تمام. ير مكان اه صباح. المكان الصباح ما بيصير. المكان الصباح ما بزيه. صباح هو زمان. اه افينين دينيزي قيتميسي ذهاب افيني افة الى الى البحر. طبعا الغلط هو بي اليير بي اليير بي. اخر شيء هون عندي جملة هانقسي كي. ايه من هدول الكي مكتوبي غلط. اه طبعا الكي لازم نحن نكتبه بشكل منفصل. متل ما انا شايفين هون موصولي ومتل ما انا شايفين هون موصولي مع الكلمة. وهون مكتوبي لحالة مفصولي مع اليلدز در. تمام? عندها هاي مكتوبة صح والثلاثة هدول مكتوبين بالله. بها الطريقة هاي بيكون خلصنا بيش نجي تماما. ان شاء الله تعالى الدرس الجاي راح مباشر بالحالة نجي تماما. اه ان شاء الله تعالى يكون حسنتنا في تكون. قدر المستطاع. ربي يحميكم وفقكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.